السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع ايه. بارح كان في مباراة مهمة جدا في نهائي كأس الربطة الانجليزية. كانت ما بين اه منشستر ينايتد ونيو كاسل. اه انتهى اللقاء بفوز اه منشستر ينايتد على اه نيو كاسل اه اتنين صفر. كان مباراة قوية جدا. وخصوصا نيو كاسل خرجت فرق تقيلة قوي في في البطولة ديت. فطبعا المباراة كانت صعبة على مانشستر ينايتد. يعني ممكن لو في مجمل كده نبوست كده على الماتش قبل اللقاء نقول ايه? لا ده ايه منشستر ينايتد خلص الماتش سهل. لا. ماتش ما كانش سهل. ويمكن اه نادي منشستر ينايتد خلص اللقاء في ست دقايق. اه ابتدى منشستر ينايتد بتشكيل مكون من اه ديفيد خيه في حراسة المرمى. اه خط الظهر مكون من اربعة دالوت ورافائيل اه فراند. وآآ ليساندرو مارتينيز وآآ لوك اه شاو. ولعب باتنين في نصف الملعب. اه كازيميرو وفريد. وآآ قدامهم عندنا اه تلاتة اه انتوني وفرناندز وماركوس راشفورد. وفي الهجوم آآ فيجو ريست. طيب اه اه ابتدى اللقاء ازاي? ابتدى اللقاء بهجوم كاسح ليه آآ من اول اللقاء. عاوزين يخلصوا اللقاء آآ من اوله. ولكن ادروا في ديئة تلاتة وتلاتين. كان فول من ناحية الشمال آآآ كان على التنفيذ آآآ ليها فرناندز. آآ لعبها آآ بيمينه جوه منطقة الجزاء. اترافعت جوه منطقة الجزاء. دخل بدمانه كازيميرو. واحرز الهدف الاول لنادي مانشستر يونيت. آآآ ثم جاء الهدف التاني في الديئة تسعة وتلاتين آآآ من عن طريق آآ ماركوس راشفورد. من آآآ تمريرة سحرية من آآ من ناحية الشمال. ده عملها له جوه منطقة الجزاء. آآآ دخل شاطها آآ ماركوس راشفورد خبطت في رجل مدافع ونطت من فوق حارس المرمى محرزا الهدف التاني لمنشستر يونيت. الشيط التاني يعني مفيش جديد اللقاء كان سجلب من الفرقتين. طبعا نيو كاسل كان بيحاول ولكن آآ نص ملعب نادي مانشستر يونيت اللقتي ايد. يعني وجود كازيمير وفريد وفرناندس صعب قوي. صعب قوي 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 حد يعدي منه. فانتهى اللقاء بفوز منشستر يونيتد آآ اتنين صفر. والدي طبعا منشستر يونيتد السنة دي محقق آآ 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 ارقام كبيرة. يعني آآ في طبعا عشاك كتير جدا ليه منشستر يونيتد آآ فيه الوطن العربي حتى يعني آآ لا السنة دي منشستر يونيتد لأ ليه وضعه منشستر يونيتد واضح انه ماشي بخطة ثابتة ويمكن هو موجود في آآ الدوري الانجليزي في بريمير ليج في المركز التالت وبيلاحق نادي آآ المان سيتي والارسل نتنقل الى موضوع آخر وهو جائزة آآ زابست آآ جائزة الافضل آآ سنة آآ آآ الفين اتنين وعشرين آآ النهاردة اقيمة الحفل بتاع آآ آآ زابست وآآ فاز بيها ليونيل ميسي وطبعا عايزين نقول آآ طبعا لعام الفين اتنين وعشرين. عايزين نقول ان طبعا كان فيه آآ آآ قبل الحفل دوت ما حضروش لعبين نادي ريال مدريد ومديرهم الفني اعتراضا على فوز ليونيل ميسي لأنهم كانوا عارفين أنه هو مسبقا أنه هو حياخد الجايز عندنا الفائزين في حفل عندنا مركز لأول ليونيل ميسي برصيد 52 نقطة يلي في مركز الثاني كيليان إنبابي برصيد 44 نقطة ثم مركز الثالث كاريم بنزيمة ب34 نقطة ثم المركز الرابع لوكا مودريتش برصيد 28 نقطة ثم المركز الخامس إيرلينغ هالند في 24 نقطة ثم المركز الثالث ساديو ماني 19 نقطة ثم جوليان ألفريز 17 نقطة في مركز السابع ثم مركز الثامن أشرف حكيمي 15 نقطة ثم مركز التاسع نيمار 13 نقطة ثم مركز العيش كيفين دي بروين عشر نقط ثم مركز الحداشر فينيسيوس عشر نقط ثم مركز الاتناشر ليفندسكي سبع نقط ثم مركز التلاتاشر بلينجهام ثم محمد صلاح في مركز الاربعتاشر برصيد نقطة كنا نتمنى محمد صلاح ولكن محمد صلاح لم يقدم شيء استنادي مع ليفارفول سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا نتنقل إلى موضوع آخر وهو نادي الزمالك طبعا نادي الزمالك بعد ما تم القبض على المتشار المرتضى منصور داخل المحكمة وتنفيذ حكم الحبس شهر طبعا مشاكل كبيرة جدا في مجلس إدارة نادي الزمالك طبعا في كلام طبعا كتير هل المتشار المرتضى منصور هيرجع تاني بعد تنفيذ الحبس بعد شهر ولا لأ حقول لحضراتكم طبعا المادة 41 بتقول تزول عضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات اللي قتل إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متدالية أو تخلف عن حضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة وفي تطبيق الأحكام هذا البند تعدى الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد تمام كده دي طبعا إيه دي يعني إيه ما فيعاش مشكلة يعني طيب النقطة بقى التانية اللي هي اللي تخصينا ده 41 في فقرة تانية إذا صدر حكم ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه إعتباره يعني لو هو عنده عقوبة فيها مقيدة للحرية أو عنده شهر إفلاسه طبعا إحنا الحالة بتاعتنا هي حالة سب وقص حلنيجي بقى للمدة 28 بتقول إيه بقى بتقول فيها فقرتين هيجب أن يتوفر في مرشح الشروط الآتية أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة وذلك عدل أندية التي يشارك في عضوياتها مصريون وآجان الفقرة الثانية أن يكون حاصلا على مؤهل متعصت على الأقل الفقرة الثالثة وهي المهل اللي تهمنا في الموضوع ده أن لا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمان أو قدر بشهر بإفلاسه بحكم بات يبقى إذن دلوقتي المستشار مرتضى منصور يقدر بعد ما يخلص المدة بتاعة الحبس بتاعة بعد شهر يقدر يجي يترشح مرة تاني لكن ما يجيش رئيس مجلس إدارة تاني لا خلاص هو يجي من حقه أنه هو يترشح تاني طب إمتى الترشح ده هيبقى في شهر ستة اللي جاي من حقه أنه هو ينزل يترشح لأن القضية اللي هي اللي اتقابد عليه بسببها أو تم حبسه بسببها هي قضية سبه وقصفه ودي مش موجودة في مواد القانون ولا الليحة اللي استرشده بكرة إن شاء الله في مباراة مهمة جدا ما بين الأهل والدخلية في الدور الممتاز هنتكلم إن شاء الله بإذن الله بكرة عليها في فيديو دي كانت آخر حاجة معنا لنعرضها نلقاكم في حلقة قادمة من جوه جوه المعيحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا